يا الله، يا الله، يا الله، يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد فإن ربنا جل جلاله قال في كتابه الكريم فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصببنا الماء صبا ثم شقاقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتون ونخلا وحذائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم لأنعامكم هذا الطعام نعم من نعم الله عز وجل تنبت به أجسادنا وتتغذى منه أبداننا ثم بعد ذلك إذا تحول إلى فضلة منتنة خبيثة فإن الله عز وجل ييسر خروجه رحمة منه وفضلا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفر عنك نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا قضى حاجته يقول هذا الذكر من كلمة واحدة غفر عنك أي يا ربي أطلب مغفرتك قال أهل العلم طلب المغفرة ها هنا من عدم القدرة على مقابلة نعمة الله عز وجل بما تستحق من شكر وقيل الاستغفار ها هنا من الحالة التي اقتضت هجرانا ذكر الله عز وجل فإن الإنسان حال قضاء حاجته لا يذكر الله فنبينا عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الذكر أن الإنسان إذا كان في فضاء من الأرض أو إذا كان في مكان معد لقضاء الحاجة فإنه بعد فراغه بعد خروجه يقول غفرانك فنواضب على هذه الكلمة وأسأل الله أن يغفر لنا أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة